بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا دايما احنا بنعيش مع الجليس والجليس ممكن في بعض الاحيين تسري منه حاجات الى قلوبنا وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا ننتقل كليس فقال مثل جليس الحسن وجليس السوق كصاحب المسك ونافخ الكير احنا لازم نفرز الجليس اللي بنعيش معه وفيه جليس مليان خبث بينتشر قوي وبقى جزء من حياتنا دلوقتي ان احنا نتعامل نعرف نتعامل ازاي مع هذا الجليس الجليس ده هو جليس الاشاعات عارفين الجليس ده وهو جليس الاشاعات ده دلوقتي ما بقاش بقى بيجينا على فترات قليلة الجليس ده انا بقولكم بقى جزء من المهارات الاجتماعية للناس انهم يتعاملوا مع هذا الجليس اللي هو جليس الاشاعات لانه اصبح منتشر واصبح تجارة كمان واصبح لقمة سائغة يستخدمها كل من اراد ان يخلي الناس زي الخاتم في الصباح ولذلك هي مش بعض الاوقات بنلاقي شوية اشاعات تظهر وتفضل فترة ثم تختفي لكن ايه اللي حاصل وبتظهر اشاعات تانية مكانها وباية الاشاعات مالية الدنيا كلها حوالينا وعشان كده نحن النهاردة عايزين نعرف ازاي نتعامل مع الاشاعات عشان لو ما تعملناش مع الاشاعات تعامل رشيد الاشاعات دي هتلتهم القيم اللي في قلوبنا وفيه ناس كتيرة بسبب عدم قدرتهم على التعامل مع الاشاعات اصبحوا موسوسين زاد القلق عندهم اصبحوا في حالة اضطراب شديدة من كتر الاشاعات فيه ناس كتيرة عرفها ما بقيتش تحب تتفتح التليفون من كتر الاشاعات اللي هي بتشوفها فيه صفحات السوشيال ميديا عشان كده الاشاعات مش بس الاشاعات المضرة بس هي الاشاعات اللي بتكون على الاشخاص بل ممكن تكون الاشاعات كمان بتهدد حياتنا كلنا لما تكون عن المجتمع او عن الوطن كله اكتر حاجة ممكن تموت الاشاعة حديثين لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الاول بيقول كفى بالامر اسما ان يحدث بكل ما سمع يعني حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيخلي الشخص اللي يتكلم بكل حاجة بيسمعه والناس فاكر انه معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحدث بكل ما سمع يعني ان هو يحدث باللي سمعه لا ممكن برضو هو يحدث يعني يكتب باللي اراه يعني ايه يعني معنى الحديث ده يعني كفى بالمريء اسما ان ينشر ما وصل اليه يعني اي حية وصلتلك يكفيك اسما ان كل حية وصلتلك تنشرها ده اسم اه ليه طيب اسم ليه قالك لانك احد الكاذبين في حديث يوضح الكلام ده وحضرت النبي خلاه في حاجة مهمة جدا وهي رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حدث بحديث يرى وفي رواية او يرى انه كذب فهو احد الكاذبين او فهو احد الكذابين يعني ايه يعني ان انت تنقل رواية او انك انت تنقل حاجة وانت ما تثبتش منها انت محل الكاذب وانت تمارس الكاذب وانزاك ما ينفعش ان واحد ينقل حاجة من غير ما يتثبت يبقى الحديث الاول كفى بالمرء اسما ان يحدثه بكل ما سمع حديث التاني ان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن اسلام المرء تركه ملا يعنيه فيه حاجات ما تعنكش لكن انت بتستمر تبحث عنها وتمشي وراها وهي لا تعنيك فايه اللي حاصل فتوصل لك اخبار والناس بقى اللي بتجارة بقى الاشاعات دايما الناس تتكلم على دلوقتي على تجارة الترندات لكن الاهم من تجارة الترندات خلينا اقول لكم والله بصدق الاهم من تجارة الترندات دلوقتي هي تجارة الاشاعات فيه ناس بيشتغلوا ولقم تعيشهم انا اسف يعني لو كنت بقول لقم تعيشهم وان كان من الصح ان الواحد يتقال على ممرسة وشغلانة حرام يتقال عليها لقم تعيش شغلانتهم هي الكذب اللي هما بيسموه اشاعات من اكتر الاشاعات اللي ممكن تنتشر بين الناس الاشاعات المتعلقة بالاعراض تخيل يعني واحد بيتاجر في الاعراض بالاشاعات فلان كان على علاقة بفلانة ده فلان بتحب فلانة وتخيل بيحصل كده انا فكرة مش لازم يكون بكلامي دوات على المشاهير يعني احنا نتكلم عن الناس بنا وبين بعضها كمان لان اللي بيتربع على الاشاعات من هو صغير بيبقى اشعانجي كبير يعني بيشتغل في الاشاعات بقى وعشان يطلع جيش من اصحاب الاشاعات في حياتنا وانا اقول لكم ان اسوأ شيء خل ان اسوأ شيء عملوا التدين المتوحش والتدداء المتطرفين انه خل عودوا الناس على ان هم يستمرئوا الاشاعات ده فلان والعزو بالله ممكن يكون بيشرب ده فلان والله ممكن يكون الحال اللي هو فيها دي عشان اكل حرام اشعان والاشاعات تنتشر ويتكلموا في عرض الناس من التوسق ولما تيجي تبقش فيش واحد من دولة من الكذبين دولة او من اهل الشر دول يقول لكم ما هو اللي عمل كده هو اللي فتح باب الايه باب الاكاذيب على نفسه وبعدين من اقوى الاشياء اللي بيعتمد عليها الناس في الكذب وفي ترويج الاشاعات ما هو ما فيش دخان من غير نار لا هو كان فيه دخان لا هو كان فيه نار والدخان ده انت اللي صنعته فانت كذاب والكذب يهدي الى الفغور مش حضرت النبي اللي قال كده وعشان كده تلاقي بقى اشعات الاعراض دي بتجري وتمشي في الناس كأن الناس عايزة ترمي اعراض بعضها وعايزة تخلي الناس كأنها مش مستورة بستر الله سبحانه وتعالى والناس بقى تحب ترمي وده نهبقى للاخبار دي وتسمع ولا حد فيهم راضي يسمع لقوله تعالى ان الذين يحبون ان تشيح الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والاخرة هو حابب ان الفاحشة تشيح في الذين امن وحتى الآية دي لها ذكرى بتدمي القلوب ان هذه الآية نزلت في الذين تكلموا في حادث الافك تكلموا في عرض ستنا ونرعيننا امنا السيدة عائشة ايه اللي حصل وتبقى الذكرى المؤلمة فينا في اشاعة الفاحشة في الذين امن تعالى اشوف كده لو حصل ان الكلام عن عرض حد دعا المسألة بقى الترند وهنا يلتقي الشيطانين الشيطان الترند والشيطان الاشاعات ده كمان اللي بيروج الشائعات على اعراض المسلمين والعياذ بالله ملعون زي ابليس تمام الله سبحانه وتعالى يقول ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم ايه ده نفس العذاب نفس العذاب عذاب هناك قريم وهنا عذاب عظيم لان الشيطان دايما هو اللي بينشر الشر هو اللي بيفرح بالشر هو اللي بيفرح ان الناس تكل بعضها هو اللي بيفرح ان الناس تعري بعضها وهو اللي بيحب الافتراء والطعن في الاعراض بس احنا لازم نلتفت لان يمكن علشان كده ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من كل كلمة بنتكلمها علشان ما نكونش اداني نشر الشائعات وان احنا نكتر الكذب والاوهم في حياة الناس وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وحدث النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل اللي يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهو بها في النار سبعين خريفة وعشان كده من ضمن الحاجات اللي بتكتر الشائعات برضو وتخليها موجودة بكسرة في حياتنا وكمان ممكن واحد فينا ما يكونش واخد باله انه بيساعد في كسرتها ونشرها انه يحكي كل حاجة اسمعها وعشان كده زي ما قلنا حديث رسول الله عليه وسلم اللي احنا اتكلمنا فيه على ان كفى بالمرء اثمان ان يحدث بكل ما سمع لكن لما يقابلك حديث رسول الله عليه وسلم ان المجالس بالامانات تعرف ان فيه خيانة للامانة لما تحدث بكل ما تسمع فمنفعش تنقل كل كلمة وموقف حصل قدامك وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيكرر علينا انه كفى بالمرء اثمان ان يحدث بكل ما سمع لما بنتكلم عن الشائعات على طول بيجي في بلدنا في عقلنا قولوا تعالى يا ايو الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ندم الندم يوجع القلوب الصحية بس لكن في ناس قلوبها ماتت فالشائع بالنسبة له غذاء غذاء يومي متع بيعملها كل يوم انا عايز اقول لكم حاجة في حكمة مهمة اوي من وجد نفسه وينقل شائع بغير وجع او ندم فليعلم ان هذا من موات القلوب القلوب الحية مش ممكن تنعي الاشاعة لكن القلب الميت ينقل الاشاعة بدم بارد ويسيب التثبت اللي ربنا امروا به فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة وفيه فرق ما بين الجهل والجهالة انت انسان مش حليم وانت انسان مش محترم لما تيجي تنقل الاشاعة وعشان كده التثبت منهج رباني في انك تموت الاشاعة موت الاشاعة عندك عشان تاخذ سواب ماذا السطر على المسلمين وليس معنى السطر على المسلمين انهم كانوا بعملوا حق غلط وكانوا حقهم الفضيحة فانت سطرت عليهم لا السطر معناه ان انت ما تتكلمش في عرض حد وعشان كده تثبت منهج رباني في انك تموت الاشاعة عندك وما تكملش الاشاعة طريقها لكن انت تاخذ سواب ان انت امطت الازى عن طريق الناس وازلت عن الناس الوصمة والعار في ناس انا عارفهم وامتهم وشغلانتهم انهم يصيروا الفتن ويبسوا الاشاعات خصوصا في زمن السوشيال ميديا فهو من وراء الشاشة هو بيكتب على الكيبورد يطلع يطلع اربع خمس اشاعات في ديئة واحدة وينشرها وعيزود ده الشير من غير تثبت ولا تحقق علشان كده بنقول التعامل مع الشائعات في زمن السوشيال ميديا بقى محتاج يقظ ووعي خلينا اقول لكم حاجة زي ما فيه سوء للشائعات لازم يبقى فيه عين يقظة لازم نكون كلنا ندخل في قوله صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهم والنار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله لازم كلنا نبقى العين اللي بتحرس في سبيل الله بتحرس ايه؟ بتحرس الناس من هجمات ومن شياطين الانس اللي بيروجوا الاشعاعات فعشان كده لازم عيننا تحرس في سبيل الله يعني ايه عيننا تحرس في سبيل الله ندعو الناس للتثبت ونمنع الاخبار انها تنتشر من خلالنا وعشان كده محتاجين نحذر كل الناس من انها تندرج في هذه المشاركة في الوحلة ان المشاركة في الاشعاعات ما هي الا محاولة لطمس الحقيقة وتضيع الحق بين الناس وعشان كده التقريب اللي طالع من مجلس الوزر في سنة واحد وعشرين بيقول ان هي السنة الاكثر شائعات بمعدل وصل الى تلاتة وعشرين في المية من اللي بيتنشر كمريان اشاعات وده بيخلي فيه مسئولية على الاهل والاسرة ان هما يربوا اولادهم على الوعي المستمر في ان هما يتأكدوا من اخبار ويتثبتوا منها قبل نشرها عارفين المشكلة اللي بينشر الاشعاعات دي وخاصة على واقع التواصل الاجتماعي بيبقى ايه بيبقى عقله خفيف عقله عقل للأسف عقله هش يمكن التلاعب به المرة دي جات اشاعة في عرض حد طب لو جات اشاعة في قيمة من القيم اللي عنده انتو مش متصورين الاشاعات ممكن توصل الناس ازاي الى التشكك في قيمها واخلاقها وزي الاشاعات دي اللي بيستخدمها حتى اهل الشر ممكن توصل الناس للإلحاد الناس ويبتروج الاشاعات بتفتكر بس ان الاشاعة هو كذب في معلومة لا الاشاعة مش كذب في معلومة لتعويض الناس على التخلي عن القيم ومن الحاجات اللي ممكن تقلل الشائعات عندنا ان احنا ناخد المعلومة من مصدر موسوق فيه من مصدر صحيح الفيس والمواقع اللي مش معروفة دي ما ينفعش نعتمد عليها ابدا الاعتماد عليها هو مشاركة في الكذب ايوة مشاركة في الكذب وتخلي الموقع دوت ليه قيمة زي ما بتخلي الصفحات اللي بتعمل الاخبار دي والاشاعات دي لها قيمة لما بتزود انت المشاهدات عليها وبتزود عليها كمان ان هي تكون بتعمل ترند وتتشاهل الصفحات دي لازم نخلي بالنا وخاصة في الاخبار اللي بتهمنا كلنا الاخبار اللي بتهمنا كلنا مسئولية ان احنا عينينا تكون يقظة وبتحرص في سبيل الله سواء كانت في الاقتصاد او كانت في المجتمع خلي بالك ان ممكن تسمع الشائعة بودانك او تشوفها او تشوفها غصبا عنك او الناس كلها بتقول ان هي بتلاقي المعلومة قدامه وان هما ما لهمش يد في دا كلنا بنتكلم عنها وده ربما بييجي لازننا غصبا عننا هي بقى خلاص ما نتكلمش عنها نتوقف ولابد ان احنا نمشي بخطوات دقيقة في التعامل مع دا لان احنا لو عملناش كده هنبس لقى ايه اقول لكم ايه لا يحصل هنبس لقى حياتنا كلها اشعاعات وعشان كده خلي بالكم ان رسول الله سلم قال ان الرجل اللي يتكلم بالكلمة من صخة الله يهو بيها في النار سبعين خريفة عايزين نبتدي نبتدي من النهاردة ان احنا ما نشيرش حاجة غير واحنا متأكدين منها اول اجراء ما نشيرش حاجة ايا كانت الحاجة دي غير وانت متأكد منها طب ليه اقول لك حاجة علشانك انت الاول علشانك ان انت تتعلم ان ان الحق والحقيقة قيمتين اساسيتين في حياتك عشان ما تجيش في يوم الايام تتحول الى انك انت انسان كل حياتك عبارة عن اخبار تفهى واخبار مش مهمة واخبار كلها حرائق واخبار كلها اكاذيب وتيجي بعد كده تدور على اليقين ما تلاقيش يقين تدور على السبات ما تلاقيش ثبات تذكر ان الله سبحانه وتعالى بيثبت الذين امنوا بالقول الثابت القول الثابت ممكن يكون معناها القول الذي تم اثباته القول الذي تم التبين فيه مش الله سبحانه وتعالى من بيثبت شيء العبد المؤمن باشاعة ربنا سبحانه وتعالى بيثبت العبد المؤمن بالقول الثابت فأنت لازم يكون قولك ثابت لازم تكون متبين لازم تكون متحقق الأمر الثاني الإجراء الثاني إن إحنا لازم نتعاون أي حد بينشر خبر كاذب بيهدد حياتنا وخاصة حياتنا الاقتصادية وحياتنا المجتمعية لازم كلنا نبلغ عنه لازم نبلغ عنه حتى نبلغ عنه الفيسبوك نبلغ عنه في كل مكان ممكن نتبلغ عنه فيه ليه؟ عشان كلنا حراس المجتمع هو الحراس عليه مش بس القوات المسلحة لكن المجتمع الحراس عليه كل ولاد المجتمع ده المجتمع كلنا في حالة حراسة للمجتمع المجتمع ما بقاش مستحمل إن حد يزود إشاعة اقتصادية ولا يزود إشاعة اجتماعية احنا فيه فترة حرجة بحتاجة فينا الكلمة الصادقة اللي تثبت الناس مش الكلمة الكاذبة اللي تهدد الناس احنا كمان محتاجين كمان إن احنا نخلي أولادنا يتواصفوا فيما بينهم بإنهم يقولوا كلام الصح بلاش لعبة نقل الأخبار الكاذبة تعالوا نتفق على إن احنا ما عنديناش فكرة إن يبقى فيه كذبة في يوم من الأيام ولا إن احنا نحتفل بشهر من الشهور بكذبة خلونا نعلم الناس إن احنا لو نحتفل عن نحتفل بالصدق شجعوا أولادكم إن هم لما تكلهم خبر ويتثبتوا منهم فكفؤوهم على ده عشان يتعلموا التثبت في كل شيء وحاولوا تعلموا أولادكم إنهم ما ينقلوش أي أخبار حتى لو كانت في بيتكم نفسه حتى لو كانت في أسلتكم كل ما نقدر نعمل الكلام ده كل ما نكون في يد واحدة أمام الإشاعات هنكون كلنا بنيان مرصوص وحصن وبركة وحفظ على مجتمعنا وعلى بيوتنا ما تفتكرش إن الإشاعة بس هي موجودة على السوشيال ميديا الإشاعة موجودة في بيتك إما هتسمح لبيتك إنه هي يحترق أو هتاخد مدد ربنا وتحط قلبك مع قلب أخوك وتصونوا البيت وتصونوا الوطن وتصونوا المجتمع من كل إشاعة ممكن تقلمنا وتوجعنا مش بس النهاردة لمدة طويلة في حياتنا ونتحمل اسمها واسم ما نعمل بها يا رب جعلنا من أهل الخير وجعلنا دايماً حصن لبيوتنا ومجتمعنا ضد كل نار تشعلها الإشاعات تشعلها الإشاعات تشعلها الإشاعات